اكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد أسامة العبسي أن الهيئة ملتزمة بعدم السماح للعمالة التاركة للعمل الهاربة بتصحيح أوضاعها في الظروف الاعتيادية سواء بالحصول على تصريح العمل المرن أو التحويل إلى صاحب عمل جديد مشيرا في ذات الوقت إلى أن إجمالية عدد العمالة التاركة للعمل والمبلغ عنها لدى الهيئة لا تتعدى نسبتها 14% من إجمالية العمالة الوافدة في المملكة ووضح العبسي أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت لزيادة التأكيد على أن من يتم تثبيت بلاغ ترك العمل عليه في مملكة البحرين لن يسمح له بالتحول إلى عامل نظامي عن طريق تصريح العمل المرن وبالتالي سيكون الخيار أمامه والترحيل إلى بلده فقط مع المنع من الدخول إلى المملكة مجددا ولفت العبسي إلى أن معظم العمالات المستفيدة من فترات تصحيح الأوضاع التي يتم إطلاقها هي إما عمالة انتهى تصريح عملها ولم يقم صاحب العمل بتجديده أو قام صاحب العمل بإلغاء تصريح العامل ولم يرحله إلى بلاده أي أنهم من خارج العمالة التاركة للعمل مبينا أنه خلال فترة السماح بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتي تم إطلاقها مطلع شهر أبريل الماضي على أن تستمر حتى نهاية العام الجاري 2020 قد شهدت حتى الآن تصحيح أوضاع 53 ألف عامل وجدد العبس تأكيده على أن الهيئة حريصة على الاستمرار في مبادرات تطوير أنظمة سوق العمل والعمالة وعلى استحداث وتحديث الأنظمة القائمة بما يسهم في تفعيلها بالصورة الأمثل وتحقيق أهدافها وبما يحفظ حقوق جميع أطرافه مضيفا أن الهدف هو الوصول إلى سوق عمل يتمتع بالعدالة والتنفسية والاستدامة إلى جانب المرونة التي تمكن من تعزيز بيئة العمل بما يواكب التطورات والحاجات الاقتصادية المتلاحقة